نطلع من فرنسا نروح على بريطانيا بريطانيا اللي فيها محمد صلاح هو صانع البسمة النهاردة للمصريين النهاردة الاهوة الشعبية في عز البرد عملت سقف والطنطن مو صلاح محمد صلاح محمد صلاح هترك النهاردة جايب تلت جوان ماذا يفعل محمد صلاح في بريطانيا محمد صلاح مصر انه هو ما يكونش مجرد عابر لاعب محتارف دولي في صفوف احد الاندية البريطانية محمد صلاح مصر ان يكون ايقونة ورمز ليه الشعب البريطاني نهاردة محمد صلاح بعد ما جاب التلت جوان بيبقى فيه حاجة اسمه زمانوف زماتش اللي هو رجل المباراة خد الجايزة لما خد الجايزة قال لا اعتذر عنها اعتذر عنها قال زميل ليه تاني هو اللي المفروض يستحق ميلنر ده يحتاج هو الحق بالجايزة لانه لعب بيحتفل النهاردة زميلي بالمباراة رقم خمسمية اهو ميلنر جنب محمد صلاح بيلعب المباراة رقم خمسمية في الدور البريطاني محمد صلاح بكل روح رياضية تنازل عن جائزته رجل المباراة رغم دي جايزة مهمة وبتضاف لسلسلة الجوائز اللي بيحصدها محمد صلاح منذ احترافه في بريطانيا محمد صلاح هنا بيتحول من لاعب الى اسطورة محمد صلاح بيتحول من لاعب الجماهير في بريطانيا كانت لقوا الاتهامات في بداية هذا الموسم وطالبت ادارة ليفربول بالاستغناء عنه والاستغناء عنه لانه خلاص ما بقاش يجيب جوان نهاردة محمد صلاح يتصدر قائمة الهدفين متساويا مع احد اللاعبين بالرصيد عشرة اهداف من كم يوم محمد صلاح احدى جمعيات زيو الاحتياجات الخاصة وجهت له دعوة راح وتصور السور معنا شباب راح في قلب جمعية حقوق الانسان جمعية زيو الاحتياجات الخاصة احتفل معاهم اه ده دور انساني عظيم محمد صلاح بيقولك انا مش مجرد لاعب كرة قدم في بريطانيا هنا بقى هنا في حاجة اسمها فن ادارة الموهبة انا مش مجرد لاعب مش مكينة اهداف عمالة جيب اجوان وعمالة تتحطيلي الملايين في البنك او ان انا ببعث لاهل هنا ارشيني ووزعوه مع الغلابة لا هو مصر في هذه السنة الصغيرة ان يتحول الى ايكونة فعلا في الملاعب البريطانية محمد صلاح له دور وله نشاط كبير جدا صعب تمشي في شارع النهار ده داخل بريطانيا لما تلاقي صورة محمد صلاح في الشوارع الرئيسية او في الاعلانات الاعلانات دائما فن الجذب لها هو انها جيب نجم كبير زي محمد صلاح انا بحتفل بمحمد صلاح النهار ده مش لانه جاب التلت جوان واسعد ملايين المصرين على الاهاو النهار ده كل كان عمال يساقف كأن منتخب مصر هو اللي بيلعب لا محمد صلاح علشان اللفتتين اللي عملهم لفتت ذهابه الى جمعية زوال احتياجات الخاصة التي لا اجد مثال لها داخل المجتمع المصر ما بلايش لعيبه ومصرين بيروحوا يعملوا نفس هذا النشاط يروحوا الجمعيات زوال احتياجات الخاصة اه جمعيات فيها غلابة دور ايتام يحتفلوا بيها علشان نضرب بيهم مثال وايضا تنازلوا النهار ده طوعية وعن حب لزميل وميلنر هذا التنازل ابكا ميلنر النهار ده يعني بكى صحيح شاف زميل ليبيا تنازلوا عن جايزة عن طيب خاطر اتقل ايه الجايزة التحية طبعا لمحمد صلاح ووعي لمحمد صلاح واتمنى ان هذا الوعي يوصل الى لعيبة مصرين النهار ده داخل الاندية المصرية ويبقى عندنا اكتر من ايقونة اسمها محمد صلاح اشتركوا في القناة